موسيقى حينما يقولون سيصل لجحيم هو ليس سيصل لجحيم هو في جحيم لأنه معلسنا في الشديد هناك مقومات للدول أنها تكون كدولة عجب أنها تكون لها مقومات معلسنا في الشديد لبنان فقط جميع هذه المقومات لا توجد أي مقومات تعطيك إشارة إلى أن هذه الدولة تمارس اختصاصات أو مهام دولية أو تندرج تحت القانون الدولي معلسنا في الشديد لا توجد حكومة ولا توجد خدمات ولا توجد أي شيء لبنان أنا أعتقد أنه نقدر نشبهه بالمريض الذي على فراش الموت ينتظر يعني مع الأسف هذا شيء مؤسف حقيقي شوف كله نفسي بما كسبت رحينا هذا ما جنوه هذا ما جنوه نتكلم عنه يمكن الأثر الكبير اللي اليوم على شعب عربي مرتهن لحزب يخضع لسياسات توسعية إيرانية شوف أستاذ جمال أنا أقول لك على حاجة أنا دائما أقول يا أخوان الكرام لا يوجد شيء اسمه عالم عربي إحنا تجمعنا اللغة العربية هناك عالم إسلامي تجمعنا العقيدة لبنان بأي حال من الأحوال لا نرتبط به بأي شيء إلا مجرد عامل اللغة هو اللي يجمعنا بيهم معظم المشاكل التي وصلت للمملكة العربية السعودية ودول الخليج أتت من هذه الدول التي تدعي عروبتها ومع الأسفة الشديد ما يجمعنا بالشعب اللبناني ربما من صداقة ولا يتجمعنا بيهم أي شيء ولكن مع الأسفة الشديد اذهب إلى العقدين الماضيين وانظر ماذا أو من التسعينات الميلادية ماذا يعني جنة المملكة العربية السعودية بعلاقتها مع هذه مع مثل هذه الدول كل المكائد كل المصائب كل المخدرات كل استهداف الأمن الوطني للمملكة العربية السعودية وشعب المملكة العربية السعودية بل والمملكة العربية السعودية ككيان يعني إذا عدنا بالذاكرة الكسعينات الميلادية ولما انغزل صدام الكويت أنظر من وقف مع المملكة العربية السعودية ومن وقف ومن وقف ضدها لا أريد أن أسمي الدول الجميع يعرف من قام ومن كان يتآمر على المملكة العربية السعودية ومن فرح حينما تم إطلاق الصواريخ على المملكة العربية السعودية لبنان تأتي من ضمن القائمة يعني لبنان لم يستفد منها العالم ككل كان يعتبر فترة من الفترات سويسرس الشرق جميلة جدا أنا واحد من الناس اللي زورت لبنان سنة 1971 كانت يعني أنا أستطيع أن أعتبرها إنه من أجمل الدول في ذلك الوقت ولكن الآن لا يستطيعوا حتى كمان نقل زبالتهم ويصدروا مشاكلهم للمملكة العربية السعودية ودول الخليج معلسف الشديد في بعض الدول تعتقد أن المساعدات التي كانت تعطيها المملكة العربية السعودية لهم أنه أصبحت فرض عين والمملكة العربية السعودية أنها يجب وهذا واجب عليها يعني رئيس الوزراء اللبناني قال أشقاءنا العرب هما ينظروا اللبنانيين نفسهم ينظروا إلى أنهم شرقيين وليسوا عرب نفس تركيبة الحكومة اللبنانية هي من 24 وزير ثمانية من حزب الله وثمانية موالين لحزب الله وثمانية يخافوا من حزب الله الأساس في هذه المشكلة مين؟ المدعو حسن كوبتاقون أو المدعو حسن زعيم ميليشيات حزب الله هناك ميليشيات تدعمها حكومة إيران وطلع حسن وصرح بتصريح يعني العالم كله شاهد أنه أكلنا وشربنا وصواريخنا وصاريفنا من إيران لما نوضع في الزاوية وحشر كالجرب أبتدأ يتحنن ويطلب من الحكومة اللبنانية أنها تبيض أو أنها تساعد على تحسين العلاقات مع دول الخليج طيب روح لأسيادك الإيرانيين خلي جورج قرداحي يروح نشعله محطة ويشتغل في إيران إيران تريد دولة مصاعة لحزب الله تستغلها كخاصرة في جسد الأمة العربية تكون فيها هذه القاعدة الإرهابية التي ترسلها تارة إلى سوريا وتارة إلى العراق وتارة إلى اليمن وتارة لإرسال المخدرات والكبتاجون هنا وهناك لتزيد من ميزانيتها وتعوض خسائرها بسبب سياسات إيران الفاشلة المخدرات اليوم أصبحت تأتينا من لبنان لا تقاس بالحبة والحبتين بل بالأطنان لا يمكن عدها ستمائة مليون حبة هربت إلى المملكة العربية السعودية كثيرة بتدمير الوطن العربي ينفرح الوطن العربي بكامله يقولون الوطن العربي ثلاثمائة مليون نصيب كل واحد حبتين والحبتين الذي قبض عليه ثم ثالثة الأثافي يأتي من يسمى هرم الدبلوماسية ويقول ويتحدث بمنطق أعوج منطق بارونات المخدرات يوجد سوق في كل العالم سوق للسلاح سوق للمخدرات سوق لكل ممنوع هل وجود سوق مبرر لك أنك تهرب لهذا السوق لبنان مليئة بالأسواق أسواق السلاح وأسواق المخدرات هل هذا مبرر لأني أنا أصبح تاجر المخدرات ويقول لبنان يستقبل مني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر